موسيقى موضوعنا النهاردة بيتكلم عن المواصفات المواصفات ايه المواصفات اللي احنا بنتكلم عليها طبعا ده ما احنا متفقين من زمان ان احنا اول حاجة بنعملها ان احنا بنحاول نجمع كل النيو فوكاب اللي هي ما مرتش علينا قبل كده علشان نقدر نكمل ونقدر ان احنا نتابع في الموضوع واحنا فاهمين كل كلمة فيه هنبدأ من دلوقتي احنا النهاردة في يونت 7 specification يعني مواصفات مواصفات اول حاجة عندنا النهاردة في النيو فوكابلاري اللي معانا space space what is the meaning of space space معناها فضاء معناها فضاء هو فضاء اللي هو الخارجي اللي خارج الكرة الارضية او برضو اي حاجة فضاء بين مكان ومكان اسمه space يعني بتدي معاني كتيرة project 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 what is the meaning of project مشروع مشروع volume 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 يعني حجم 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 موديول موديول what is the meaning of module موديول معناها جزء او وحدة معناها جزء او وحدة station 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 what is the meaning of station ايوه محطة 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 field 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 فيلد معناها حقل حقل هنا برضو بمعنى حقل زراعي او حقل في مجال ما حقل في مجال ما يعني حقل اللي احنا هنتكلم عنه مثلا عن موضوع الفضاء وعن الحاجات دي فده برضو هنا معنى حقل jet 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 يعني طائرة نفاثة طائرة نفاثة اللي هي العملاقة area 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 what is the meaning of area معناها مساحة مساحة shuttle 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 معناها مكوك مكوك دي حاجة اللي هي حاجة من الأدوات اللي بتوصل للفضاء اللي هي زي سفينة الفضاء وأي حاجة بتوصل للفضاء دي اسمها shuttle space shuttle space shuttle space shuttle معناها مكوك فضاء مكوك فضاء اللي هو بيوصل للفضاء وبيسافر للفضاء football field football field football field يعني ملعب كرة قدم إحنا خدنا هنا كلمة field بمعنى تاني وهو ملعب ملعب زي ما قلت إن field هنا كذا معنى لها أو حق لمعناها لها كذا معنى space station space station space station خدنا space لوحدها معناها فضاء وخدنا محطة لوحدها اللي هي station معناها محطة فالتنين مع بعض يبقوا محطة فضاء space station space station جامبو جيت جامبو جيت جامبو جيت يعني ايه جامبو جيت؟ اللي هي طائرة نفاثة ضخمة كلمة جامبو هنا معناها عملاقة أو ضخمة gravity 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 سمعنا كلمة gravity كتير معناها إيه؟ معناها الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية air pressure air pressure air pressure what the meaning of air pressure معناها ضخط الهوى معناها ضخط الهوى space craft space craft space craft معناها إيه space craft؟ أيوة معناها مركبة فضاء مركبة فضاء وشاطل والحاجات دي كلها دي كلها حاجات خاصة بالفضاء وليس لها مكان هنا على الأرض يعني ما بنستخدمهاش هنا خالص على سطح الكرة الأرضية كله بيوصل للفضاء هنيجي بقى للجرامر اللي عندنا النهاردة وهو صيغة المقارنة comparative form comparative form what the meaning of comparative form comparative form هي صيغة المقارنة احنا عارفين ان احنا عندنا اكتر من صيغة للمقارنة انا ممكن اقارم بين اتنين في حاجة واحدة ممكن اقارم بين اكتر من اتنين ممكن اقارم بين اتنين قد بعض بالزبط ممكن في عندي اكتر من حالة في المقارنة النهاردة هناخد بعض هذه الحالات اللي هي مقررة علينا وهي اول حاجة عندنا عند المقارنة بين اتنين عند المقارنة بين اتنين هنا اللي هي مقارنة عادية جدا في صفة صغيرة او اللي هي short adjective short adjective بنعمل ايه لازم يكون عندي القاعدة سبتة قدامي بنحط الادجكتب بنحط وراها على طول اي ار حرف ال اي ار وبعدها than وبعدها than يعني ايه يا ميس الكلام ده يعني انا عندي حاجة اسمها long adjectives وحاجة اسمها short adjectives انا عندي اللي بتكلم عليه النهاردة وهو short adjectives لما اجي اتكلم على short adjectives بقول ان لما اجي اقارن بين اتنين اللي اتنين دول في صفة مشتركة بينهم بس في حاجة فوق حاجة او حاجة تحت حاجة بقول ان انا بحط اخر الصفة بتاعتي اي ار يبقى adjectives plus اي ار على طول وراها بعديهم على طول ييجي كلمة than ييجي بعديهم كلمة than طيب تعالى نشوف example هنا يوضح لي القاعدة اللي انا بتكلم عنها the area of the iss is a third greater than the area of a football field يعني ايه كلام اللي احنا بنقوله بنقول ان احنا مساحة سفينة الفضاء اللي هي international space station دي اختصار للحروف ديه اللي هي international space station وهي سفينة فضاء عالمية دي بنتكلم عنها النهاردة وهي معظم كلامنا عليها سفينة الفضاء ديه مساحتها تعتبر اكبر من تلت مساحة الفوتبول فيلد اللي هو ملعب كرة القدم ملعب كرة القدم تمام طيب نيجي بعد كده لنوع تاني من المقارنة وهو عند المقارنة بين اتنين متساويين متساويين يبقى انا دلوقتي بستخدم as adjective as يبقى لازم احط as وفي النص بحط الادجيكتف بتاعتنا طب يا ميس الادجيكتف بتاعتنا اللي احنا هنحطها هل هيبقى فيها اي اضافات لا مش هيبقى فيها اي اضافات الادجيكتف هتتحط كما هي يبقى احنا عند المقارنة بين شيئين متساويين بنعمل ايه؟ بنحط as وفي النص بنحط الادجيكتف without any anything يعني ما فيش اي حاجة معها اكزامبل عندي الجامبو جيت is half as big as the space station الجامبو جيت اللي هي اللي احنا قلنا عليها قبل كده الطائرة النفاسة العملاقة هي نص زي مساحة او معظم مساحة ال space station يبقى انا هنا في حاجتين متساويين وعندي هنا حطيت as big as يبقى as big as عايزة اعرف ان as as لو انا جات لي طبعا احنا متفقين مع بعض ان اي حاجة بنستخدمها لازم نعرف هي هتجيلي ازاي في الامتحان لازم نعرف هي هتيجي ازاي في الامتحان لما يكون عندي هنا ممكن تجيلي حاجة زي كده في choose ويجي يقول لي choose the correct answer choose the correct answer ويحط لي as واس ويحط لي اكتر من صفة سواء صفة فيها زيادة سواء صفة ما فيهاش زيادة وهكذا طب انا اختار ايه اختار الصفة without anything مش عايزة اي حاجة اي اضافة ليها مش عايزها اوكي يبقى دي بالنسبة للمقارنة بين اتنين متساوين طيب في حاجة في الدرس هنا برضو هنستخدمها كتير انا عندي اكتر من صيغة مقارنة اكتر من صيغة مقارنة الصيغ دي تعتبر عندي expressions واضحة وصريحة وسبتة عندي السبتة دي باستخدمها وهي كل صفة عندي باستخدمها في مكانها بالزبط تعال نشوف مجموعة الexpressions اللي عندي بتقول ايه more than twice يعني ايه more than twice يعني اكتر مرتين من حجم كذا اكتر مرتين زي ما بقول ايه more than twice يعني اكتر من ضعف كذا اكتر من ضعف كذا twice the length of twice the length of يعني ضعف طول كذا ضعف طول كذا الضعف twice يعني ضعف اللي انس اللي هو الطول طيب three times larger than three times larger than يعني اكبر تلت امثال يعني تلت اضعاف كذا تلت اضعاف كذا quarter the size of quarter the size of يعني ربع حجم احنا عارفين ان كلمة quarter يعني ربع quarter يعني ربع يبقى quarter the size of معناها ربع حجم half as long as half as long as half يعني نصف نصف انا قلت هنا as long as يبقى انا لما جبت الصفة بين as و as ما حطتش ليها اي اضافات ما حطتش ليها اي اضافات معناها نصف طول معناها نصف طول عندنا كمان هنا less than half less than half less than half يعني اقل من نصف الشيء اقل من نصف الشيء اللي احنا بنتكلم عليه طيب more than quarter more than quarter يعني اكتر من ربع كذا اكتر من الربع احنا عارفين ان more than يعني اكتر من وعندنا هنا quarter يعني الربع quarter يعني الربع over one fifth over one fifth كلمة one fifth الوحدها يعني خمس يعني one over five خمس يعني over one fifty يعني اكتر من الخمس بشوي about three times about three times حوالي ثلاث امثال حوالي ثلاث امثال كل الحاجات اللي احنا اخدناها دي هنحاول ناخد بعض الاجزامبز اللي بتوضحنا the shuttle is more than three times the size of a house يعني هنا بيقول ان حجم الشتل اللي هو المكوك is more than the size of a house يبقى هنا بتساوي يعني equal تعالى نشوف الترجمة بتاعتها ان انجلش برضو ان the size of the shuttle is more than three times that of a house يبقى انا فوق هنا ما وضح ليش هو بيتكلم عن ايه بالظبط لكن هنا وضح لي ان هو بيتكلم عن the size of the shuttle the size of the shuttle انا عرفت منين ان هو بيتكلم هنا عن the size of the shuttle لما لقيته بيقارن هنا الجزئية التانية من الجملة اللي هو the size of a house يبقى عندي هنا the shuttle is more than three times the size of a house التوضيح بتاعها او equal وعرفنا قبل كده ان احنا لما نلاقي علامة equal ما بين جملتين او ما بين كلمتين ده معناه ان الجملة دي the same meaning of these sentences the same meaning of these sentences بس احنا بنوضحها اكتر في المرة التانية the size of the shuttle is more than three times that of a house حجم المكوك الفضائي يعتبر اكتر من ثلاث مرات او ثلاث اضعاف البيت دو اوكي نيجي بعد كده للمثال التاني the shuttle is less than acquire the length of a jamborjet اه يبقى انا قارنت المرة اللي فاتت بحجم الشتل مع الhouse دلوقتي انا بقارن بين حجم الhouse تمام او طول الhouse او الشتل سوري انا ليه هنا اه كررت المثال بس بحاجة تانية انا هنا المرة اللي فاتت كنت بتكلم على size النهاردة انا بتكلم عن length بتكلم عن length اللي هو الطول اللي هو الطول بقول ده shuttle is less than يعني اقل من quarter يعني ربع اقل من ربع the length of a jamborjet اقل من ربع طول الطيارة النفافة العملاقة طب انا هنا وضحت في المثال رقم اتنين او الجملة التانية وقل the length of the shuttle the length of the shuttle is less than quarter that of a jamborjet اه يبقى انا هنا عرفت منين ان انا بتكلم عن length مش حاجة تانية ان نفس الكلام بقوله ان في باقي الجملة او في الجزء التاني من الجملة كان بيتكلم عن the length of a jamborjet تمام لاخر مرة هقول المثالين the shuttle is less than acquire the length of a jamborjet تمام steel rule what is the meaning of steel rule steel rule معناها المصطرة المعدن المصطرة المعدن او الصلب it's made of steel هي تسمت بالاسم ده لانه هي it's made of it is made of steel it is made of steel يعني مصنوعة من الصلب كمان it's length ranges from 150 to 300 مليمتر يعني طلها بيتراوح بين أو يعني ranges يعني بيتراوح ما بين مية وخمسين لتلتميت مليمتر مية وخمسين to 300 مليمتر it's length ranges from 150 to 300 مليمتر كمان it's accuracy what is the meaning of accuracy accuracy means الدقة هي بتئيز بدقة بدقة شديدة جدا plus or minus plus or minus 0.25 0.25 0.25 يعني 25 من 100 مليمتر بمعنى plus or minus 0.25 plus or minus 0.25 هنا ازاي ننطق الجملة الاخيرة دي يبقى انا عندي اول حاجة steel rule وعندي المنواصفات بتاعتها it's made of steel its length ranges from 150 to 300 مليمتر it's accuracy plus or minus 0.25 دي اول حاجة عندي في الميجورينج تول نشوف ايه تاني في عندي حاجة كمان فيها it's used for الميجورينج they are made of steel sheet they are made of steel sheet هي مصنوعة من شرائح صلب الشرائح الصلب الشرائح الصلب طيب ايه تاني ممكن نقوله عنها their accuracy اللي هي الدقة بتاعتها برضو plus or minus 0.25 يعني بتقيس بدقة 25 من 100 ملي متر طيب they are used for measuring diameters المرة اللي فاتت قلنا بتقيس الاطوال هنا ما بتقيس الاطوال بتقيس الاقطار بتقيس الاقطار تمام micrometer micrometer ده جهاز دقيق جدا والجهاز ده برضو بيدينا معلومات عنه بيقول its range is from twenty five to one hundred eighty one thousand eighty ملي متر one thousand eighty ملي متر يعني ده دقة القياس اكتر دقة من البقين طيب ايه تاني ممكن نعرف it is used for measuring dimensions dimensions يبقى احنا عندنا خدنا length قبل كده خدنا diameters دلوقتي بنتكلم عن حاجة اسمها dimensions what is the meaning of dimensions يعني الابعاد بيقيس الابعاد طيب عندي حاجة تانية وهي slip gorgeous slip gorgeous slip gorgeous دي هو احنا بنسميه باللغة الدرجة عندنا ميزان المية بتاعنا ميزان المية بردو ده يعني ده بيقص بدقة اكتر بردو من البقيين طيب ايه تاني من المواصفات بتاعته they are made from high carbon steel مصنوع من carbon steel what is the meaning of carbon steel يعني شرائح من steel carbon بردو تمام they are used for measuring spaces هنا ده بيقص ايه بقى بيقص الفراغات بيقص الفراغات هنا عندي spaces قلت قبل كده ان space means فضاء او فراغ فهو هنا بيقص ايه الفراغ their accuracy الدقة بتاعته بقى بتقص ايه plus or minus بص بقى هنا point oh oh two five يعني دقة اكتر من ال ايه الاخرين برضو دي اللي هي sleep gorgeous sleep gorgeous طيب في عندنا هنا كلمتين عايزين نعرفهم كويس جدا اللي هي عندنا هنا an accuracy of دي لسه قلناها كتير في الexamples اللي فاتت وقلت معناها الدقة بتاعتها ان هي بدقة كذا بدقة كذا طيب هنا بقول ان لو جتلي الكلمة دي an accuracy of لازم احط قبليها to لازم احط قبليها to طيب في كلمة تانية بنفس المعنى بتاعها اللي هي ايه a tolerance of طب ياميس tolerance of دي نفس المين ايوه نفس المين بس يختلف ان الكلمة دي ما يجيش قبلها تو ما ينفعش يجي قبلها تو لكن يجي قبلها within يجي قبلها ايه within لو انا قلت اجزامبل دلوقتي اللي هو a steel rule a steel rule can measure لو انا قلت to an accuracy of plus or minus point two five millimetres قبلتي تمام تمام جدا وكويس جدا ومظبوط جدا طب the same meaning برضو the same meaning هيدين نفس المعنى لو انا قلت a steel rule can measure within a tolerance of plus or minus point two five millimetres اه يبقى انا يميس دلوقتي عشان برضو نبقى واضحين لازم نحفظ كويس جدا الكلمتين دول and accuracy of and tolerance of ولازم اعرف ان and accuracy of لازم يجي قبلها to ما ينفعش يجي قبلها within a tolerance of يجي بعدها قبلها within طب يميس ايه اللي احنا ممكن ينفعنا في الامتحان برضو زي ما اتفقنا احنا او بنعرف او بنفهم ها بتفدني ازاي في الامتحان وبيجي لي ازاي في الامتحان بيجي لي برضو عن طريق ان انا لو حبيت ان انا يا اما في الانزا space ويجيب لي كلمات وعايزني احط قبلها الكلمة المناسبة او بيجي لي على هيئة and accurate answer ويجي لي اكتر من اختيار وان الاختيارات to او within او whatever يبقى انا هاختار هنا كلمة to طب جت لي في الاختيارات tolerance of ويجي في برضو في الاختيارات عندي within to whatever برضو كلمات تانية يبقى انا هنا هاخد كلمة within تمام طيب هنيجي بعد كده في الجزئية المهمة جدا اللي احنا بنتكلم عنها دايما ودايما بيجي لي في الدرس بتاعي وهي communication ازاي اتواصل بجمل مفيدة و expressions بتفدني وازاي اجمع مجموعة كلمات كتيرة تكون لجملة اتعامل بها مع الناس يبقى how to communicate with other how to communicate with other عندي هنا some expressions لازم نعرف كويس قوي هتفدنا في many situations بنستخدمها كتير جدا في حياتنا بنستخدمها كتير جدا مع الاخرين فهنيجي نشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يفدنا making suggestion and replying انا انا دلوقتي بعمل اقتراحات وازاي بجاوب عنها يعني ايه اقتراحات انا دلوقتي قاعدين مع بعض مجموعة وبنقترح معظم الاقتراحات اللي موجودة عايزين نعمل شيء معين عايزين نقوم بعمل معين طيب هل ياميس احنا دلوقتي لما نيجي نعمل الاقتراحات دي لها expressions معين ايوه لازم في expressions معين هقول دلوقتي اكتر من expressions هنستخدمه وكلهم برضو بيدوني the same meaning بس انا دلوقتي هعرف ازاي احط الكلمات الصح في مكانها الصح يعني لما يكون عندي كلمة معينة احط بعدها ايه وقبلها ايه تعال مع بعض نشوف ازاي نكون suggestion وازاي نجاوب عنه سواء ب negative or positive اول حاجة عندنا بنقول انا هقرأ المثال الاول وبعد كده اشرحه why don't we go to the cinema why don't we go to the cinema ليه ايه رأيكم ما تيجوا نروح السينما ايه رأيكم ما تيجوا نروح السينما احنا هنا منكلم مجموعة مجموعة مع بعض طب انا هنا عملت ايه عملت الexpressions ده ازاي كونتو ازاي اه كونتو وقلت ايه why don't we او why don't I او why don't كذا بس احنا هنا بنتكلم عن وي لان احنا مجموعة بنقترح مع بعض وبنتكلم مع بعض طيب why don't we why don't we ايه لازم يجي بعدها الفرب في الانفينيتب لازم يجي بعدها في الفرب في الايه في الانفينيتب يبقى انا بقول why don't we يعني معناها ايه رأيكم ايه رأيكم ما تيجوا نروح السينما يبقى لازم اعرف ان انا بقول why don't we ده لما بكون بكلم في صيغة استفهام a question بكلم في صيغة question why don't we go to the cinema يبقى بحط why don't we plus انفينيتب وبعد كده بكمل بقية ال question نيجي للجملة اللي بعد كده what about going to the zoo what about going to the same meaning هو هو نفس المعنى ونفس الهدف يعني انا لما بقى why don't we هي هي زي ما بقى اقول what about going يبقى انا هنا ممكن اقولها بطريقة why don't we وبحط هنا الانفينيتب بتاعي لكن هنا ما حطتش الانفينيتب حطت what about plus verb plus ing هو ده الاختلاف اللي عندي يبقى انا الجملة اللي عندي why don't we بحط بعدها الverb في الانفينيتب طب what about يجي بعدها verb plus ing طب نيجي نشوف ثالث جملة عندي او ثالث مثال how about playing football how about playing football قريبة شوية من اللي قبلها من what about يبقى what about وهو about لتنين قريبين جدا من بعض بيجي بعدهم نفس الكلام verb plus ing يبقى انا هنا عندي three expressions three words three يعني kind of suggestion بس every kind has a specific rule يعني انا كل واحد عندي بيبقى في قاعدة معينة القاعدة الاولانية قلت ان لو جالي why don't we لازم اجيب بعدها الانفينيتب ماينفعش اقول why don't we going why don't we going لا ماينفعش مش معنى ان هي نفس معنى اللي قبلها او اللي بعدها يبقى اجيب نفس الكلمة لا why don't we لازم يجي بعدها verb plus في الverb سوري يجي بعدها الverb في الانفينيتب what about what about الاتنين قريبين جدا من بعض ونفس الميننج بس انا هنا بقول what what how ولكن بعدهم بيجي verb plus ing تمام طيب في نوع عندي تاني من السجيسشن حاجة تانية بس هنا واحدة هنقولها خبرية او statement والتانية برضو هنستخدمها في question طب نشوف الاول الخبرية او الجملة الخبرية العادية let's go swimming let's go swimming يلا بينا نروح نعوم يلا بينا نعوم يلا بينا نعوم لو احنا بصينا لكلمة let's هنا جي بعدها الverb في الانفينيتب جي بعدها الverb في الايه في الانفينيتب بس ده الاقتراح دوت ما فيهوش هنا question mark عشان هنا بقول ده statement يعني جملة خبرية جملة خبرية طيب shall we go to shall we هنا برضو جي بعدها الverb في الانفينيتب ولكن دوت في صيغة question في صيغة question طبعا ده في صيغة question زي الاسئلة اللي فاتت ولكن الحاجة الوحيدة اللي عندي وهي let's هي الكلمة او الجملة اللي بتبين لي ان الجملة جملة خبرية وليست استفهامية تمام طيب هنقول دلوقتي اقتراح والاقتراح دوت هيبقى لي اجابات مختلفة طيب تعال نشوف كده الاقتراح what about spending the weekend on my uncle's farm ايه رأيكم نقضي اجازة اخر الاسبوع او الweekend في مزرعة my uncle طب انا هنا اول حاجة لازم اشوفها طب انا هنا استخدمت الكلمات الصح لما جيت اتكلمت عن الاقتراح طب تعال نشوف مع بعض what about احنا قلنا what about هنا بيجي بعدها الverb plus ing يبقى كده تمام يبقى احنا كده صح طب لو انا جيت هنا عايزة اغير كلمة what about عايزة اقول مثلا how about how about هعمل ايه هل في تغيير في اي حاجة ها فعلا ما فيش اي تغيير لان what about the same meaning as how about والنفس الرول بتاعتها بتاخد نفس الكلام verb plus ing طيب لو انا جيت برضو غيرت الجملة بحاجة احنا دلوقتي بنسترجع الكلمات اللي احنا استخدمناها في اللي فاتت فاحنا بنستخدمها في الجملة اللي عندي هنا يبقى انا قلت what about وقلت how about طب تعال انا بجيب كده كلمة let's let's لو انا جبت let's ايه اللي هيجي بعدها هنا او نقول الجملة باستخدام let's ها ايوه انا ساعة ما حد بيقول let's spend the weekend on my uncle's farm واشيل علامة الاستفام يبقى انا عندي هنا اول حاجة عملتها في التغييرات شلت الing اللي مع الفرب وقلت let's spend the weekend on my uncle's farm وشلت معايا هنا ال question mark تمام كده يبقى احنا هنا بنرجع مع بعض ازاي بنعمل اكتر من صيغة للاقتراح بتاعي وازاي ان انا بغير فيه وايه اللي ممكن يتغير وايه اللي ممكن ييجي بعد كل كلمة طيب نرجع تاني لموضوعنا ونقول ان انا عندي الاقتراح بيقول what about spending the weekend on my uncle's farm طب هنا عندي حاجة اسمها positive reply يعني ايه positive reply يعني انا موافقة على الاقتراح انا موافقة على الاقتراح برضو الاقتراح لما يكون موافقة عليه فيه اكتر من صيغة برضو ايوه فيه اكتر من صيغة طب تعال نشوف صيغ الاجابة بنعم او الموافقة اول حاجة اول حاجة ممكن اقول ايه that's a good idea that's a good idea يعني دي فكرة جميلة فكرة كويسة جدا وممكن اقول بس ايه good idea good idea ممكن اقول كمان ايه why not why not يبقى انا عندي هنا قلت السؤال او الاقتراح بتاعي سواء كان اقتراح بquestion او بstatement زي ما اتفقنا فايا كان الاقتراح فانا دلوقتي عندي نوعين من الاجابات اما agree او disagree وتداميني جواب agree يعني انا عندي هنا موافقة موافقة يعني positive reply positive reply انا موافقة جدا عن الاقتراح اللي حضرتك اقترحته طب يا ميس انا اقول ايه لما اكون موافقة انا عندي 3 اجابات هنا اول اجابة بتقول yes that's a good idea that's a good idea دي ايه دي فعلا فكرة رائعة فكرة كويسة جدا وممكن اشيل that's واقول ايه على طول good idea good idea يبقى انا هنا اقول good idea وهنا برضو في اجابة تالتة بتقول why not why not دي اولاد دايما بتجيلنا في situations اللي ممكن نقابلها وبرضو ممكن تجيلنا بقى هنا احنا توسعنا اكتر والجمل دي ممكن تجيلي بقى في الديالوج لما اكون بتكلم مع حد وفي حوار بيني وبين حد فانا دلوقتي لما بيسألني حاجة زي كده ممكن اجاوب باي حاجة طب ياميس انا لو كتبت اي اجابة من دول اخد الدرجة هتاخد الدرجة كاملة هتاخد الدرجة كاملة لازم احفظ اكتر من اجابة علشان يبقى ذهني حاضر في الامتحان واقدر اجاوب الاجابة الصحيحة السؤال دوت بيبقى من الاسئلة المهمة اللي هو الديالوج وبيبقى دايما معظم الطلبة بيكونوا متخوفين جدا منه ولكن لو احنا بصينا هنلاقي ان احنا في كل درس بنتكلم فيه بنلاقي حاجة زي كده علشان كده انا لما باجي جملة او سؤال بيتوقف عنه عنده واقولك احنا ازاي بيجي لنا في الامتحاد لان هي دي مشكلتنا كلنا انا عندي المعلومة وفاهمة كويس جدا بس انا مش عارف اوظفها ازاي في الامتحاد انا بسهلك الامر واقولك السؤال ده ممكن يجي بطريقة كذا السؤال ده ممكن يجي في السؤال كذا علشان كده ركز معي كويس قوي واحنا بنشتغل في كل يونت ان كل يونت اللي امتحاد ما بيخرج منه ابدا بس احنا اللي بنبقى مش مركزين في نوعية الكلام وازاي بنوظفه في السؤال اللي ممكن يجي لنا في اخر السنة طيب انا هنا هرجع لكلامي واقول انا هنا كنت بتكلم عن الاجري الاجري منت او ال طب ايه النوع الثاني وهو الرفض او النيجاتيف ربلاي انا دلوقتي رفضت الاقتراح اللي حضرتك ايه قلته طب ممكن اقول ايه برضو اجابة مهزبة انا 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 اقدرش معلش انا ااسف طب ايه تاني ممكن اقوله اي رالي دونت فيل لايك اي رالي دونت فيل لايك انا انا فعلا مش يعني مش حابب ان انا ممكن ان انا اقضي الاجازة في المكان دوت يبقى انا عندي هنا انا انا اجابة مختلفة والثلاث اجابات انا بجاوب انا لما اجي ارفض اي طلب لحد الرفض بتاعي لازم يبقى بادب لازم يبقى بادب اما اكون برفض حاجة لازم عندي اكسبريشنز عشان كده انا بقولك عندي التلات انواع من الاسبريشنز اهو والتلات انواع دول مهزبين جدا وكويسين جدا ممكن اجاوب عنهم طيب انا دلوقتي رفضت العرض بتاع حضرتك ممكن اقول اول حاجة ممكن اقول لك ام سوري اي كانت انا مقدرش عندي اي حاجة مش هقدر ان انا اروح ممكن اجابة تانية انا مش حاسة ان انا حب اروح ممكن وقت تاني ممكن نفكر ان احنا نروح المشوار دوت دوت اللي احنا اكلمنا عنه قلت برضو ازاي ان انا الحاجات دي هتفدني في امتحان اخر السنة وازاي ان انا how to communicate with others how to communicate with others احنا اتفقنا قبل كده ان الجزئية اللي عندنا اللي هي خاصة بال communication او المواصلة او الاتصال او ازاي ان احنا بنتواصل مع الاخرين دي جزئية هامة جدا دي دايما بنستخدمها في حياتنا وده من اهم الاجزاء اللي بنستفيد بيها في المنهج الدراسي بتاعنا لان انا بقول ان هي دي اللي هي ال practice بتاعتي في الانجلش هي دي اللي بستخدمها في الانجلش في حياتي العادية يبقى ان النوعية دي لازم اركز عليها كويس جدا وازاي اقدر ان انا اما حد يسأل سؤال اجاوب عليه واجاوب عليه بكل ادب ازاي فانا عندي هنا لما بتكلم معك في communication بديك السؤال وازاي نتكلم فيه وازاي ان احنا لما نيجي نعمل dialogue with each other how to communicate with each other how to reply each other ازاي نجاوب على بعض ازاي نتكلم مع بعض ده حاجة مهمة جدا كمان النهاردة هتطرق لحاجة مهمة جدا وهي items some items of the questions انا عندي في امتحان اخر السنة الورقة الامتحانية بتاعتي بتتكون من some items وانواع مختلفة من الاسئلة هحاول من دلوقتي ان شاء الله في كل مرة هنحاول ناخد جزئية او اتنين او على قد ما نقدر ازاي نحاول نجاوب على الاسئلة دي وازاي نقدر نجاوب على كل نوعية سؤال احنا عندنا different items of questions والdifferent items ديت لازم اول حاجة اعرفها how to answer the questions how to answer the questions اول سؤال هيقابلني في ورقة الامتحان وهو السؤال الاول اللي هو choose the correct answer choose the correct answer طبعا احنا عندنا السؤال دو عارفينه ودربنا عليه قبل كده كتير ولكن برضو هحاول اقول مع بعض ازاي نقدر نحصل اكتر درجات في السؤال ده السؤال ده ياولاد بيبقى عندي عبارة عن سؤال وفيه space وعندي four words مثلا او four answers الفور answers دول ممكن تلاقيهم قريبين شوية من بعض بس لو انا اري كويس جدا الشغل بتاعي واري كويس قوي قوي المواضيع اللي احنا تطرقنا لها خلال الدراسة اكيد هقدر اوضح اوكتب الكلمة الصحة اكيد هقدر اختار الكلمة الصحة طيب ياميس دلوقتي انا لما باجي اعرف الكلمة انا بطلغبط ومش عارف انهي كلمة اللي ممكن احطها طيب تعال نبص مع بعض كده ونشوف ايه الحاجة اللي ممكن تبقى اذا keyword قدامي يعني ايه keyword يعني ممكن الاقي كلمة تبين لي ايه الحاجة اللي ااخدها بعدها او قبلها طيب تعال نشوف اول سؤال كده choose the correct answer from A B اختار الاجابة الصح من A B C or D طب انا عندي هنا السؤال الاول بيقول we can get space from solar rays from solar rays اه اول حاجة لازم اترجم السؤال وبيقول احنا بنستطيع ان احنا نحصل على ايه من الايه الاشعة الشمس طيب او اللي هي الطاقة الشمسية والحاجات دي ايه اللي ممكن بناخد اه بنستطيع عليه هل هو الاول لو انا عرفت المعاني الكلمات هعرف اختار الاول اللي هو الزيت ولا الووتر الميا ولا الالكتريسيتي اللي هي الكهرباء ولا الكول اللي هو الفحم طيب انا بتكلم على الاشعة اللي هي بتصدر من المجموعة الشمسية يعني دي حاجة جاية من الشمس ها نفكر مع بعض بسرعة ها ايه الحاجة اللي ممكن نحصل عليها من الطاقة الشمسية باري جود باري جود اكسلان الاكتريسيتي الاكتريسيتي الكهرباء الاكتريسيتي الكهرباء السؤال التاني دا ستيشن ايز المحطة ايز ايز سبيس ايز جامبو جيت اه فاكرين لما جيت اتكلمت عن اللي هي الكمبراتيب فورم وقلت ان انا لازم اعرف ان فيه كلمات بتتحط عندي اعرف اذا كان الكلمة دي هحط فيه ايه قبلها وايه بعدها في الحالة دي انا بحط as adjective as انا لقيت عندي هنا كي ورد اهي انا عندي فيه كي ورد ايوة احنا خدنا as وspace as واحنا الميس قالت لنا ان احنا as space as بنحط في النص ايه بنحط في النص الادجكتف بتاعت الصفة بتاعتنا من غير اي اضافات من غير ايه اي اضافات طيب تعال نشوف ايه الاختيارات اللي من دهالنا هنا ونحاول نختار انا عندي هنا كلمة longer longer طب longer هنا يا ميس ايه longer هي صفة plus er صفة plus er طب يا ميس الصفة دي بتتاخد مع ال as وspace as ما اعتقدش طيب long صفة وزاوة any addition يعني من غير اي اضافات طب نشوف كده longest ده في هنا الصفة plus est plus est لا مش هي دي هنا عندنا length length what is the meaning of length دي اصلا النون بتاعتي اللي هي الطول في الحالة دي هاختر ايه انا عندي صفة plus er عندي صفة without any addition عندي صفة plus est عندي نون اختار ايه ميسها ايه اللي ممكن نختاره very good long without any addition very good يبقى انا عندي هنا بختار الصفة من غير اي اضافات علشان عندي هنا as وبعدها as يبقى الصفة لما بتكون قبلها as وبعدها as بختارها من غير اي اضافات هنيجي للسؤال الثالث these shoes are too small الشوز اللي انا جايبها دوت هو صغير جدا صغير جدا i want space 40 please i want space 40 please انا عاوز مش عارف ايه لسه مقاس 40 مثلا اوكي طيب في عندي هنا كلمة length length وعندي كلمة size size وعندي كلمة weight weight وعندي كلمة width width طيب لازم اعرف معنى كل كلمة علشان اقدر اعرف ايه اللي اقدر احطه طيب انا هنا عندي كلمة length معناها طول كلمة size معناها مقاس او حجم كلمة weight معناها وزن كلمة width معناها عرض طيب تفتكر ايه الكلمة المناسبة للجملة دي نقرب كلمة جملة تاني انا كده عرفت معنى الكلمات باللغة العربية اعرف بقى الكلمة جملة تاني واحشوف اين اللي اقدر احط these shoes are too small الشوز دوت هو صغير جدا i want ها مين هيقول size size 40 please برافو برافو احنا عندنا هنا عندنا اخترنا كلمة size لان هي الكلمة المناسبة لان انا عايزة مقاس اكبر من الموجود انا هنا في السؤال دوت لازم يكون عندي معلومات مهمة جدا اللي هي ايه اللي عندي اللي انا قلت ان لازم احفظها كويس قوي وعلشان كده انا بكتب باللغة العربية المين بتاع كل كلمة ولما باجي احفظ بنحفظ كل كلمة لان هي دي اللي بتفيدنا في سؤال زي ده انا عندي السؤال اللي هو خاص بي choose the correct answer بيبقى منقسم لجزئين جزء بيسألني عن new vocab وجزء بيسألني عن جزء من القواعد الجرامر اللي انا درستها فلازم اول حاجة علشان احصل على درجة الاسئلة اللي فيها new vocab لازم احفظ كويس جدا الكلمات بطريقة كويسة اوكي النهاردة تطرقنا لجزئية واحدة من نوعيات الاسئلة وان شاء الله نكمل مع بعض باقي انواع الاسئلة اللي هتفيدنا وان شاء الله مع بعض good luck and goodbye my jewels thank you